موقفنا قوي بشأن ناقلة النفط الإيرانية هذا ما حرست وزارة الخارجية الأمريكية على إيصاله للحكومة اليونانية بعد إبحار ناقلة غريس وان والتي دغير اسمها إلى أدريان داريا وان إلى اليونان وأضاف مسؤول بوزارة الخارجية أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية سينظر لها على أنها دعم لمنظمة تعتبرها الولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية وكان احتجاز الناقلة قد انتهى الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا باحتجازها والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار ومن جانبها أعربت حكومة منطقة جبل طارق عن عدم امتثالها للطلب الأمريكي لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي فيما قالت إيران إن أي محاولة أمريكية لاحتجاز الناقلة خلال إبحارها ستكون له عواقب وخيمة وسيعرض سلامة ملاحة في المياه الدولية للخطر واحتجزت سلطات جبل طارق الناقلة في الرابع من يوليو الماضي وذلك لاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا فيما يعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر